أكد وزير الموارد المائية عن ذياب أن هناك إجراءات متخذة حاليا لمواجهة النقص في الموارد المائية مؤكدا أن الوزارة تعمل على إدارة الخزين المائي بشكل عادل لتأمين المستلزمة الأساسية خلال فصل الصيف وقال وزير الموارد المائية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكر طالباني إن الجانبين بحث موضوع إدارة الموارد المائية بشكل عام وطرح ما يعاني منه العراق في المرحلة الحالية من شح حادة وكيفية تعاون بشأن العديد من النقاط شملت السدود وصيانتها وسلامتها مضيحا أن سد دي دوكان ودرب اندخان من السدود الأساسية في المنظومة العامة للمياه في العراق وضمانت سلامتها مسألة مهمة جدا كما تم التباحث حول إمكانية إنشاء سدود جديدة وفقا لما ورد في الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق وأهمها سدود بكرمان بن داوة وتقطق ودلكا وفق وزير الموارد المائية الذي أكد أن هناك تفاهما حول كيفية السير في اتجاه تنفيذ هذه السدود لتحسين إدارة المياه في عموم العراق ووصف اجتماعهم مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرو بارزاني بالمهم والذي كان له تأثير إيجاب كبير حيث تم طرح الأمور بشكل واضح وصريح عون ذياب شدد على أن هناك توجها لخلق تعاون البناء والمثمر بين الجانبين الحقيقة احنا أمام تحدي ليس سهل خلال هذا الصيف بس هناك إجراءات متخذة حاليا لمواجهة هذه الحالة النقص في مواردنا المائية في الخزين المائي احنا الحقيقة نعمل على كيفية إدارة هذا الخزين بشكل عادل لتأمين المستلزمات الأساسية اللي هي مياه الشرب ومياه الاستخدامات البشرية بالدرجة الأولى مع إمكانية تأمين مياه الري للبساتين والخضر هذه الأسبقية الأولى اللي نفكر بيها عموما احنا هناك إجراءات عديدة لا يسعى الوقت لطرحها بشكل تفصيلي بس لدينا إجراءات وأنا الحقيقة واثق أنه بجهود كبيرة تقوم به حاليا حكومة المركزية ووزارتنا بإزالة التجاوزات تسيطر على كمية المياه المستخدمة بشكل دقيق وهذا ما نعمل عليه من أجل تأمين احتياجات كافية لكافة المواطنين وتفزيع المياه بشكل عادل حقيقة خلال هذه السنة كان هناك تحرك واضح وأصور كل لاحظ هذا التحرك كانت هناك زيارات عديدة سواء مني أنا شخصيا وزير الموارد المائية أو من دولة رئيس الوزراء الزيارة الأخيرة لتركيا كان لها تأخير كبير بإثارة موضوع ملف المياه بشكل واضح كان هناك تفاهمات وفهم موضوعي بالنسبة لكل التجارتين الموضوع الجارة تركيا الواقع يعني التزمت بإطلاقات مضاعفة الإطلاقات في نهر دجلة كان إلى تأثير هذا الإجراء إضافة إلى أن أكناك وفد كبير وصل إلى العراق أثناء انعقاد المؤتمر المياه الثالث مؤتمر بغداد للمياه الثالث وكان هذا الوفد الحقيقة طلع على كثير من الأمور وكانت إلى الزيارات حتى ميدانية وحاليا نعد وفد آخر من العراق لزيارة تركيا حول نفس هذا الموضوع لاستمرار التباحث لأن الواقع لا يمكن أن نصل إلى نتيجة إذا لا يكون هناك تباحث مستمر وتفاهم في هذا الملف